اشتركوا في القناة امريكي من اصل افريقي يدعى ديريك بريلو وتحقيقات الاولية اظهرت ان لا دوافع جنسية وراء مقتل بالجاني ولا وجود لعلاقة بين الجاني والضحية الخبر دجت به وسائل الاعلام الامريكية وبلغ مسامع عائلتها في لبنان والاسباب الحقيقية ما تزال غامضة لها اخت وشقيقان جزاف المقيم في نيويورك يتابع التحقيقات وجورج في لبنان نعاها غاضبا من عدم تسلم جثتها ومن غياب الدولة اللبنانية ليش قتلت انضري ما منعرف هالبنت الحلوة الزكية الناجحة اللي وصلت لاعلى المراكز انقلت يا هالترى مصير كل لبناني ناجح ومتفوق القتل مين المسؤول بيكتفي بهالسؤال بالوقت الحاضر الجريمة الغامضة تعددت اسبابها وخلفياتها في تقدير وسائل الاعلام والنتيجة واحدة مقتل ابنة الرابعة والاربعين ومعها سر ما وجهته قبل ان تلفظ انفاسها الاخيرة كل خبر وكل صحافة تنقلت الموضوع متل ما هي بتريدها الحقيقة بعدها مش واضحة لم نعرفها شو هي وما راح نفوت ونغوص فيها الموضوع لم نقريب ولم نعيد بالوقت الحاضر شو ما كانت العسباب تبليه ما تم نقل جثتها للبنان كان في نصيحة لأن القصة جريمة وجريمة بتتواجب تحقيق وتحقيقات بعدها مستمرة بلدة الكحالي ودعت اندري بعد أسبوعين من الجريمة بمأتم من دون جثة حضور نيابي وغياب رسمي والجميع يريد الحقيقة ما سمعنا استنكار لمن المسؤولين اللبنانيين ولا الأمريكيين ولا حتى الأعلام يلي أوقيت كتيري على شغل صغيري من اللي يتحرك ولصة مانا حيث ستسير لصة جريمة قتل من الدرجة الأولى اندريب الجاني واحدة في مسلسل ضحايا الاغتراب اللبناني حملها طموحها إلى دبي ومنها إلى نيويورك جمع الثروة وماتت وحيدة تاركة وراءها الثروة وعائلة مذهولة وبلدا لا يسأل ولا يجيب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر